مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحوال تقس المرتقبة لنهار الغد الأجواء المشمسة ستكون بمقياز بشمال الوطن لكن بعد تلاشي رباب خفيف سيميز صباحة الغد السواحل الشرقية والغربية مع سحب ستنتشر بالمناطق الشرقية خلايا رعدية منعزلة ستنشر بالمناطق التي تقع بالجنوب الغربي للوطن السحراء الوسطى مرتفعة الهجار والتاسيلي ستكون مرفوقة ببعض الأمطار المتفرقة وستكون رعدية بحول الله فيما يخص أقصى الجنوب الجسائري خلال هذه الليلة ونسبحة الغد درجات الحرارة الدنيا تترحم بين 16 إلى 23 درجة بشمال الوطن تتعدى 26 درجة بشمال الصحراء 27 درجة بإليزي 30 درجة بأدرار بورت بجي مختار 23 بيتندو 31 إنصال 28 درجة إنقزامي تقريب 24 إلى 26 درجة بمرتفعات الهجار والتاسيلي ظهيرة الغد حول الله الحرارة القصوى تبقى مرتفعة بالغرب الجزائري لتقريب 41 درجة فيما يخص غليزة شلف ومعسكر 35 درجة بيتلمسان 34 درجة بالجزائر العاصمة والجلفة باتنا قسنطين أسطين 35 درجة بيتزيوزو والبيض 31 درجة بعنابة سكيكدا لنتتعدى 41 بشمال الصحراء 42 درجة بإليزي 46 بإنصال أقصى الجنوب على مقياس هذه المرة سيكون بأدرار وتندف لتقريب 47 درجة تحت الدرجة حالة البحرين نهار الغد سيكون قليل الاضطراب على السواحل الوسطى والغربية برغم أن السرعة الرياح لنتتعدى 40 كم في الساعة على السواحل الوسطى 20 كم في الساعة على السواحل الغربية لكن البحر مضطرب نوعا ما بالنسبة للسواحل الشرقية سرعة الرياح لتقارب 40 كم في الساعة رياح ستأتينا وفقة سيارات غربية شمالية غربية على السواحل الشرقية لكن شرقية شمالية شرقية على السواحل الوسطى الختاب سيكون بالمعلومات الفلكية لنهار الغد شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحها سيكون في حدود الساعة السادسة صباحا 11 دقيقة عنوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دايما في الخلق